السلام عليكم مرحبا بكم في قناة كويزين سامبل اليوم ان شاء الله غنوجدوا حريشات صغار بطريقة بسيطة والمقادر ابسط كيجيوا هشاش والداد وكيوجدوا بسرعة وجديهم في اخر لحظة كيجيوا ورطبين يستحقوا التجربة بتابعوا معايا الفيديو للاخير وما تنسونيش باللايك للتشجيع وضغطوا على زر الاحمر للاشتراك مع تفعيل الجرس ونحتاج كمكونات نصف كيلو سميدة رقيقة سميدة الحرشة نضيف لها خمارة 7 جرام بيكين باودر نصف ملعقة صغيرة خميرة الخفز ملعقة صغيرة ملح ملعقة كبيرة سكر نضيف جميع النواشف نخلطوهم نضيف السوائل نضيف نصف ملعقة زبدة نصف ملعقة صغيرة ونصف كأس زيت نباتية ونخلطوهم ونستعملوا غير الأصابع لا نضغطوش نسبسوها نصف ملعقة صغيرة سوف نضيف جميع الحبيبات سميدة بالزيت نضيف الماء اللي بغا تستعمل الحليب نضيف الكأس الأول كمية تبقى على حساب السميدة اللي استعملتو أنا هنا نستعمل كأس وكأس إلى ربع نضيف الكأس الأول نخلط نضيف الكأس الثاني أو كأس إلى ربع سوف نمر مباشرة نشكلهم نقرشو سطح العمل بس ميدة سنأخذو هاد الغيطاء دي القنينة سنستعملوه باش نشكلو حريشة صغار سنأخذو كمية نديروها في الغيطاء علاج الشكل نحاولو نضغطو عليها ونقادوها ونقلبوها ونوضعو الحريشات دينا على سطح العمل اللي رشيناها بس ميدة ومن اللي نشكلو الحريشات سوف نمرو مباشرة طيبوه نأخذو مقلات نسخنوها جيدا ندهنوها بالزبدة الزبدة كتبقى خسيارية ريا كتخليين الحريشات كي يجو محمرين وزوينين وكي يشربو حتى ديك النسمة ديال الزبدة سوف نخليو الحريشات دينا حتى يتحمروا من الأسفل ونقلبوهم يتحمروا من الجهة الأخرى سوف يوملك يتحمروا لنا من الجهتين كنحيدوهم ونستمرو بنفس الطريقة حتى نطيبو الحريشات اللي عندنا كاملين وها الحرشة دينا وجدة كتجي رائعة في الماداق كتجي لديدة ولو أننا نعجنها غير بالماء اللي عجنتوها بالحليب كتجي لديدة أكثر وكتجي هشيشة كي يجو ورطبين وزوينين وكي يوجدوا بسرعة وساهلين كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم ونطلقوا مع وصفة جديدة ترجمة نانسي قنقر